الى عالم التكنولوجيا الحديثة في عصر سيطرت عليه التكنولوجيا الحديثة وخاصة الحاسوب أصبح من الضروري إعادة النظر في استخدامها والتماع في آثارها خاصة في الوسائط المتعددة كالتصميم والمونتاج وهي من أكثر المهن التي تأثرت بهذه الظاهرة بسبب التطور السريع الذي يحدث في برامج التصميم سنويا مشاهدين الحديث أكثر عن هذا الموضوع دعنا نرحب بالستيديو اليوم في ضيفنا أستاذ فراس الجدان وهو أيضا مدرب معتمد في شركة أدوبي الأمريكية صباح الخير صباح أستاذ كلمنا في البداية نتكلمنا في فقرة كوكينغ لا بشوية عن أدوبي وفهمنا أكثر عن هذا الموضوع بس كلمنا كيف من الممكن أن تدخل تكنولوجيا التصميم مع تكنولوجيا المعلومات الحديثة بداية شركة أدوبي هي من أكبر الشركات المنتجة لبرامج التصميم بالعالم وهي تقريبا هلأ هي الرائدة ونمبر ون على مستوى العالم بكل برامج التصميم مثل ما بتعرفوا المصممين نسبتهم صاعة كتير كبيرة بالعالم ومو بس هيك ما في أي مجال بأي مجالات عمل أو حياة إلا ما يدخل فيها المصمم يعني حتى الاستضافة اللي كانت قبل كمان كان الدكتور عم يصمم الوجه والأمور هي هذا كمان هو عبارة عن تصميم واستخدام لبرامج التصميم بنفس الوقت بنسبة للمصممين المصممين هن المبدعين يلي بيصمموا أو بينتجوا هالإمكانيات أو هالبرامج أو هالتصميم والإبداع يلي بتسهل حياتنا وبتجعلها أجمل وأفضل وأسهل وعملية أكتر طبعا التصميم دخل مثل ما حكيت حضرتك اللي هو بكل مراحل التكنولوجيا اللي نحنا عم نفوت فيها هلأ أبسط شي مثلا نحنا خلينا نقول بالسوشال ميديا أي واحد بدي يفوت عن طريق السوشال ميديا أو البساطة المتعددة أو أي شيء تاني لازم يكون عنده خلفية عن تصميم أنا لازم بدي صور الشي بالسوشال ميديا لازم أعرف شو معنا تتصوير تصميم أعمل مونتاج ولو بسيط على الفيديوز اللي أنا موجودة عندي على الصور على البوست اللي بدي حطها أوكي هذا بمستوى السوشال ميديا على أي مستوى آخر كمان التصميم يدخل حتى بالطب بالهندسة بكل مستويات أو المهن الموجودة على وجه الآن أستاذ فراس طبعاً الحين إحنا في عام 2020 وظهرت العديد من التقنيات الحديثة والتكنولوجيا الحديثة فكيف فرقت تصميم أو برامج التصميم حالياً وفي الوقت السابق؟ هلأ أنا بديت ببرامج التصميم من زمان من وقت كثير طويل حتى من بداية الفوتوشوب والبرامج التانية اللي نزلت طبعاً ما في مقارنة أبداً بين قبل وبعد البرامج كانت كثير بسيطة ما كانت تعطيني الفاعلية اللي أنا بحتاجها والسرعة وبنفس الوقت ما كان في عندي كثير خيارات بالبرامج أو حتى بالأدوات اللي موجودة بالوقت الحالي بالوقت الحالي صار التصميم كثير سهل وحتى في ناس ما عندها خلفية أبداً عن أي شيء بالتصميم فيها تستخدم وتعمل تصميم مبدأي فيه شغلات مثل ما بقولوا تيمبلتز جاهزة أو أمور قوالب جاهزة فينا نشتغل عليها ونغير فيها بشكل بسيط وسريع بس بنفس الوقت أنا إذا بدي سمي نفسي كمصمم لازم بلش التصميم من البداية إلى النهاية بس from A to Z from A to Z برامج التصميم قبل كانت مثل ما بتقولي العصر الحجري بدايته basic وهلأ وصلنا للعصر الذهبي طبعا دائما تطور ببرامج التصميم كل ثانية مش كل دقيقة ولا كل يوم لا كل ثانية في تطور ببرامج التصميم من كامل شركة أدوبي ولا الشركات التانية دائما في تطورات جديدة لأنه برامج كثير والأفكار كثيرة وكل دقيقة وثانية في عنا أفكار وألوان جديدة وتصميم جديدة لازم المصمم يواكبها بشكل دائم دائما المصمم يشتغل مثل ما يقولون بعين والعين الثانية بدي يشوف فيها شو الألوان الحديثة شو الأمور اللي أنا لازم تابعها شو التصميم الجديدة شو التكنولوجيا الجديدة دائما المصممين تعبانين بتغيير الأجهزة واللابتوب ويغير موبايلو كل فترة الناس يفكروا أنه طيب ليه لا هو لازم يعمل هالشي بشان يواكب الأمور والتقنيات الحديثة الموجودة أيضا ستاد فراس ركت مني الفكرة لأنه إحنا في أيام الكلية دائما يطلبوا منه إحنا ننزل اللي هو التحديث اليديد من كل برامج أدوبي هذا الدليل عنها تصير وايد فيها تغيرات منها زيادة الألوان وزيادة أيضا الأشياء أو الأشياء الموجودة داخل البرنامج ليش يتم مثل ما نقول زيادة التحديثات في فترات جدا قصيرة في شركة أدوبي هلأ تقريبا مثل ما حكيتي الفترة كثير قصيرة اللي هي بيعملوا فيها أبديتينج أو بيعملوا فيها تحديث للبرامج ومش تحديث بشكل كامل بيعملوا حتى وقات تحديث لبرنامجين بعد كم يوم أو بعد أسبوع بيعملوا تحديث لبرنامجين تانين حسب متطلبات أول شي متطلبات السوق وتاني شي الأفكار الجديدة يلي بتنزل شركة أدوبي في عندها شغلة كثير حلوة أنه عاملة ترابط بين كل البرامج يعني أنا لما بنزل أبديت أو تحديث على برنامج بعد كم يوم لازم ينزل على البرامج الثاني لهذا السبب دائما في نحن عندنا أبديت أبديتات كثير بتنزل بالنسبة للألوان أبديتات تنزل كثير بالنسبة للتولز أو الأدوات التي نستخدمها بالنسبة للقوالب الجاهزة بالنسبة للأفكار أو الأدوات الجديدة اللي فيني يستخدمها يعني مثال بسيط كثير كل الناس بتعرف مثلا برنامج اللي هو الكثير معروف على مستوى العالم اللي هو الفوتوشوب أي واحد تسأله شو بسوي الفوتوشوب يقول لك هو تعديل صور و بنسوي تصميم عليه بسيطة ولكن ما بيعفقوا أن الفوتوشوب فينا نعمل عليه فيديو أديتينج اللي هو تعديل فيديو ومونتاج فيديو فينا نعمل عليه ثري دي ديزاينينج وشغلات ثري دي وتصميم ثري دي فينا نعمل عليه أنيميشن فينا نعمل عليه ويب سايتس هاي الناس ما كتير بتعرفها لحتى تسأل مختصين بهالأمور هاي ويعطوهم إجابة على إنه شو نحن فينا نسوي بهالبرامج نفسها حتى فينا كمان نرسم شخصيات ونحركها عن طريق فقط الفوتوشوب بس أغلب الناس تعرف الفوتوشوب أنا جيب صورة للفوتوغرافرز أو تغيير الصور أو تنظيف وتنقيح سوي عمليات تجميل للأشخاص هالأمور هاي اللي لكل تقريرنا بيعرفها بس في كتير أمور تانية ما يعرفوها فعلا طبعا أستاذ فيرس ذكرت التحديثات فبرايك ما المهارات التي يجب أن تكون عند المصمم أو الشخص اللي يشتغل في المونتاج خاصة في ظل هذه التكنولوجيا أنا في عندي نظرية كل الأشخاص مبدعين وكل الأشخاص مصممين الفرق بين الشخص أو بين إبداع شخص وشخص آخر اللي هو العمل والمثابرة وأنه يحب هذا الإبداع اللي هو عم يسوي هذا هو الفرق بين ما نقول نحن هذا الزلمة مصمم أو هذا مصمم مبدع أو محترف أو لا يعرف شيء عن تصميم أوكي كل المجالات فيها إبداع إن كان إبداع بالصوت إن كان إبداع بالعين يعني مثلاً المصورين من أهم الأدوات أو الأدوات اللي هو لازم يدربها هي عينه لما بدي صور شو اللقطة بدي أخدها اللايت الإضاءة المكان الأبعاد الأمور هي كليات اللي لازم نحن نعرفها لما بدي صور أو لما بدي صمم حتى التصميم في كتير ناس بخافوا بالنسبة لسؤالك تسألتي بخافوا إنه يفوتوا بالمجال التصميم تسألتيني إنه أنا شو المقومات اللي هو لازم تكون عند الشخص بشان يكون مصمم التصميم بالبداية لازم يكون فيه شغف أنا إذا فتت بس بدي إنه كفوت بمجال التصميم فقط بدي شوف شو كمهنة أو أي شيء أنا بقول من عندي لا تكمل لاي شيء تاني إذا ما كان فيه شغف من البداية إنه أنا بدي فوت بهذا المجال حابب نمي إبداعي حابب فوت بمجال التصميم طبعا تصميم في عنا أكتر من مليون فرع عم تحكي أنت فاشن ديزاين عم تحكي على غرافيك ديزاين ثري دي ديزاين فيديو إيدتينج المونتاج حتى حتى الأسنان مصمم اللي بيسوي يعني كل الناس تقريبا مصممين بكف بس فرق بين مصمم والآخر مثل ما فرق بين دكتور والآخر والمهندس والآخر اللي هو إبداعه وعمله والتكنولوجي اللي يعرفها أكتر يعني مثال أنا لازم أعرف بآخر تطورات البرامج وكيف يشتغل عليها مثل ما حكينا كل دقيقة كل ثانية في عندي تطور كل كم يوم في عندي أبديت جديد هي كلها لازم نعرفها دائما نحن نتابع السوشيال ميديا ليه؟ مشان نعرف مثلا التطورات الأخيرة هالمؤثر شو منزل الشي جديد بالتكنولوجي هالمؤثر شو اشترى أو مثلا بالفاشن هالمؤثر عمل بكذا أو مثلا هالشكة سويت شي جديد نفس الموضوع بالنسبة للمصمم هو بدي يتابع آخر تطورات آخر تطورات حتى بالسوشيال ميديا يعني أنا كمان لما بدي أسوي تصميم بدي أشوف شو الشي الجديد شو الشي اللي عمجزة بالناس أو أنا باخترع هذا هو موان بقى بيأتي الإبداع أيضا فيه أسرار لجذب الناس للمصممين مثل ما نقول هي الناس أو عامة الناس ما تعرفها اللي هي اختيار الألوان الدقيق وأيضا اختيار مثلا مثل ما نقول التايبوغرافي المحدد يعني مثلا في البوسترات مثلا المطاعم يختلف عن الأماكن الأكثر جدية مثلا البوستر لعيادة معينة يكون مثلا باختيار مثلا لها الفاتيكا مثلا ما نقول فأكلمنا عن الأسرار اللي يتطرق إليها المصمم الناس ما تعرفها مثل الألوان التايبوغرافي وهذه الأمور طبعا هذا موضوع كثير كبير بس نعمل لمح عليه الآن بالنسبة للألوان في عنا شيء اسمه هارموني كولرز أو الألوان المتناغمة أغلب المصممين ما يعرفون هذا الموضوع هو بس عبارة عنه بيخلي عينه تختار أو الألوان التصميم تمشي مع التصميم أو الشيء المحيط فيه متأثر فيه فيه شيء اسمه هارموني كولرز اللي هي والألوان المتناغمة أو إلها نفس البرائتنس أو نفس الإضاءة هذا علم بحد ذاته لازم فهم الألوان لازم المصمم يفوت فيه لازم يكون عنده فكرة عنه بنفس الشيء كمان للتايبوغرافيا اللي هو خطو الكتابة والأمورها طبعا بالنسبة للمهن إلها اختلاف بالخطوط بالنسبة للشخصية إلها اختلاف بالخطوط بس دائما نحن في عنا نصيحة دائما للمصممين ما تستخدم خطوط معقدة استخدم دائما خطوط بسيطة سهلة القراءة سهلة القراءة سهلة الحفظ هي طبعا حسب التصميم حسب الأمور أو حسب المجال اللي هو فايت فيه أستاذ فيراس طبعا شكرا لتواجدك معنا ببرنامجنا صباح الخير يا وطن شكرا كثير لكم والاستضافة الجميلة يطيك العافية شكرا كثير لكم أعزائي المشاهدين ما زلنا مستمرين وما زالت فقراتنا متنوعة ومتعددة لكن نطلع فاصل وراجعين لكم